شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يصرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح حلال العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر أهلا وسهلا ومرحبا دكتور سامي أهلا وسهلا ويصرنا أيضا أن يكون معنا ضيفا الدكتور عاصم عبد الكريم مرحبا دكتور عاصم وأيضا الشيخ أشرف الكفراوي مرحبا شيخ أشرف دكتور سامي وصلنا في حديثنا عن فدية الإفطار بعذر في نهار رمضان ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هنا قضية وأن تصوموا خير لكم يعني قضية تفضيل الصيام عن الأخذ بالأعبار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد القرآن الكريم لما تكلم عن أصحاب الأعضار وأعطاهم ما يجب خاطرهم من الفدية وأعطى مساحة أوسع لمن أراد أن يزداد في فعل الخير قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وهنا لابد من لفتة مهمة جدا قبل أن نتحدث عن قضية وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع خيرا تطوع دي فيه صيرة مفاعلة تطوع طوع على بسوفي فعل الخير يعني إذن كان يمكن لو الإسلام أراد من البداية أن يلزم صاحب العذر بأن يطعم خمسة مساكين بأن يطعم عشرة مساكين القضية ينفع لكن القرآن قال فدية طعام مسكين وكلم الطعام تصدق على القليل والكثير إذن ما يقدم ولو نصف وجبة لو رغيف لو كان الحديث يطلق طعام على الطمر والماء في الحديث عن سيدة عشرة قلت يأتي الهلال وثم الهلال ثم الهلال وما توقد في أبيات رسول الله نار فسئلت كيف كان طعامكما؟ بتقولوا إيه؟ قالت الأسودان الطمر والماء إذن التنكيه بكلم الطعام يعطي هذه المساحة ولكن لابد أن نشر يا دكتور إلى من أوسط ما تطعمون أهليكم أيضا كلهم بالتأكيس هذا لكن لكي لا يبخل الناس على القطراء والمساكين هنا القرآن لم يقل من أوسط ما تطعمون قال فمن تطوع خيرا لماذا بقى؟ في كفارة اليمين الإسلام جبل خاطرك في هذا الخطأ في هذه المعصية لكن هنا لست عاصيا لله ولكنك كنت معذورا وفرق بين مقام التأديب لمعصية واقع فيها فالظهر معصية فقتل الخطأ معصية في كفارة اليمين معصية عند ذلك قال له من أوسط ما تطعمون لأن القضية تكليفية هنا لكن هذا أمر طارئ عليك ليس لك به دخل فقبل خاطرك بأن يسر الأمر فقال ففدية طعام مسكين لم يضع هذا القين لم يضع هذا القين رحمة بهذا المريض أو بصحة بالعذر وأعطى نظر إلى أن الذين قد يكونوا في هذه الحالة منهم ما هو ميسور الحال ومنهم ما ليس ميسورا في حاله قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وبذلك جمع بين أمرين بين كفارة هذا الإفطار هذا العزب عدم الصيام وأعطى ما يسمى بتأمين اجتماعي للفقراء في أيام رمضان بأن يسعدوا بهذا العطاء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان كريح المرسلة نعم وهنا لفظ خيرا أيضا الذي تشمل كل وجوه الخير يعني لم يقل فمن تطوع بإطعام أزيد أو ب... ولكن خيرا يعني... ويطلق الخير على المال وإنه لحب الخير لشديد إذن التطوع بأي نوع من أنواع التطوع بالا كان أو طعاما أو لبأيا كان عطاء فمتاح لك أن تتطوع لإسعاد الفقراء فعبر بالخيرية ليلمح أمرين أمر الزيادة وأن ما يفعل أنت تثاب عليه فهو كفارة في قضاء رمضان وهو خير لك فأخذت البشرى من أول الأمر كأني بالقرآن يطيب خاطر الذي أفطر في رمضان لعذر قهري هل أنا أحاسب؟ هل أنا أثاب؟ قال فمن تطوع خيرا فخير يحمل المعنيين يحمل معنى القضاء ويحمل معنى السواب نعم وأن تصوموا خير لكم كنا نتساءل عن قضية الصيام هنا وتفضيل الصيام يعني أليس هذا نفيا لصاحب العذر؟ لا يعد ذلك نفيا انظر ذلك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كان لو القرآن يريد المقارنة قال وصومكم خير لكم وصومكم ويعود إلى القضية لكن هنا إيه؟ القرآن لم قال وأن تصوبوا خير لكم قد أكون أنا في مرض لا يلزم منه أن يكون الصيام مؤثرا على المرض يعني الآن عندنا في العصر الحديث أصحاب الأمراض اللي هو السكر أو الضغط أو إلى بعض الأمراض يمكن أن يستطيع الإنسان أن يصوم مع هذه الأمراض بعضها يستحب لها الصيام بعضها يستحب لها ولكنه يسمى من باب المرض أو يستطيع أن يتحمل بأن يؤخر أخذ الدواء إلى مع بعض الإفطار هذا وأن تصوبوا خير لكم لكن إذا كان الصيام يؤثر على مرض الإنسان بأن يؤخر البرأة منه فليس له أن يصوم إذا كان الصيام يؤدي إلى زيادة المرض ليس له أن يصوم لكن كأني ألمح بإعجاز القرآن لوجود بعض الأمراض المزمنة كما نسميها نحن الآن ويمكن للإنسان أن يتعايش معها فلا يحرم من بركة حرمة رمضان ولهذا يأتي إن كنتم تعلمون في تزييل الآية سأتي إليه نعم فضل وأن تصوموا خير لكم هل هذه تعود على كل أنواع الرخص ولا تقتصر على الذين يطيقونه فقط قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم شيء قصي يقولي هل هذا ينسحب على كل هؤلاء أما ذوي الأعزار وعلى الذين يطيقونهم لا بالتأكيد المريض لا يستطيع إذا كان الصيام يؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخير البرء الشفاء فليس له أن يصوم لكن إذا تأثر أمر السفر بأن كان المركب سهلا أو كان الزمن يسيرا ويستطيع أن يفي بهذا وأن تصوموا خيرا أو على الذين يطيقونه بتكلف شديد لكن عنده من يستطيع أن يتحمل الصوم وهنا القرآن أعطاك مساحة لك أن تصوم ولك أن لا تصوم ولذلك فهمها الصحابة رضوان الله عليهم في أمر السفر في فتح مكة منا الصائم ومنا المفتر فما عاب الصائم على المفتر ولا عاب المفتر على الصائم لكن ختام الآية وأم تصوموا خير لكم ألا يمكن أن تفسر القضية أبعد من هذا بمعنى إيه؟ الإنسان الذي كبرت سنه الإسلام يعطي مساحة ألا يقضي الصيام ويكتفى عليه فقط بالفدية نظرا لكبر السن لكن قد يتأتى له أن يفكر نظرا لأنه عنده مساحة في الشتاء يستطيع أن يصوم لقصر اليوم أو لأن الأسباب مؤدية إلى الصيام ألو أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام في هذا من الجو القرآني أو الجو الرباني الذي هو موجود في رمضان صحيح العطاء موجود لكن استشعار الجو العام كمثلا يعني قراءة القرآن هي متاحة في كل وقت وفي كل حين ولكن وأنت في رمضان الحسنات مضاعفة الثواب مضاعف بذلك لا تحرم نفسك من الفيوضات الإيمانية التي تكون فين في رمضان لكن سؤالي أنا لنفسي وأن تصوموا خير لكم كان يمكن أن يعبر بالمصدر الصريح وصومكم خير لكم عبر اسمه المصدر المؤول لأنه أن تصوموا أعطى مساحة أفاد أمرين أفاد أمر الصيام وأفاد الزمن الذي يقع فيه الصيام يبقى المصدر المؤول بيديني دلالة على إثبات الصيام وعلى الزمن الذي يقع فيه إن شاء ففي أي زمن تصوم أنت بذلك سقط عنك لنت الخيرية الفضل وكيف نوفق بين بسعادة الدكتور وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر نعم قالها صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجلا تحت ظل شجرة أصابه إعياء وعند ذلك كان من الشرع الحنيف ألا تحمل نفسك على المشقة الزائدة كأنه مريض قال ليس من البر الصيام في السفر ولذلك هنا اسمح لأقول لبعض الذين يستعملون الأحاديث لا بد أن يوجه الحديث وينظر إلى التوقيت الذي قيل فيه والزمن الذي قيل فيه والسبب الذي قيل من أجله حتى تفسر الحديث على وضع صحيح وإلا فصحابة رسول الله وهم من هم صاموا بعضهم صام في رمضان فاتح مكة وبعضهم أفطر فهل هؤلاء يخالفون سنة رسول الله كلا نعم الأخوة الكرام في ختم هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ونشكر الدكتور عاصم عبد الكريم والشيخ أشرف الكفراوي وحتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر